موسيقى سهل الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم يوم خاص جدا حقيقة في حياتي الأهلوية فيه أيام كده بنستنها من السنة للسنة القمة 120 هي عنوان اليوم النهاردة بالنسبة طبعا لكل أهلاوي بالتأكيد الحقيقة ماتش مهم يعني يقول تلات نقط مهمين نقول ماشي يقول نحسم مسابقة الدوري بشكل كبير برضو شغال لكن الأهم والأهم الحقيقة وأنا شايف أنه يمكن ده يكون المكسب الأساسي إن شاء الله بإذن اللي لما يكون الفوز النهاردة حليف النادي الأهلي هو الدفع المعنوي اللي ناخدها خصوصا طبعا وحضراتكم عارفين أنه الزمالك منافس محتمل في نهائي أبطال أفريقيا أهلا وسهلا بحضراتكم تحتية خاصة جدا في يوم خاص جدا ومناسبة مهمة جدا بالنسبة لعشايا الأحمر المرض الأحمر نهاردة بيقابل نادي زمالك في القمة 120 وإن شاء الله بإذن الله يكون النصر والفوز حليف النادي الأهلي مساء الخير يا صاري مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي زيه أحمد قال الحقيقة إنه بالرغم إنه فيه فرق كبير جدا بين الأهلي والزمالك في جدول الترتيب إلا إن النهاردة يوم مهم جدا والنهاردة ماتش الأهلي والزمالك ماتش مهم قوي مش بس عشان الثلاث نقاط يعني الدوري بينقول إنه هو شبه محسوم لنا لإنه مهم جدا للدفع المعنوية اللي هتديها للعيبة لما يكسبوا ماتش زي ده دايما بنقول عليه بطولة خاصة دايما مباريات الأهلي والزمالك مباريات القمة هي متعة كرة القدم المصرية يعني كلاسيكو ودربي من تراز خاص يا أحمد يعني دايما بنقول إنه ده بسبب الروح التنفسية اللي بتبقى موجودة دايما في الماتشات اللي زي دي وبين الجماهير بس الحقيقة إنه بنتمنى زي ما بنتمنى إنه نشوف متعة في الملعب بنتمنى برضو إنه هي تبقى قمة في الأخلاق زي ما تكون برضو قمة في متعة كرة القدم نتمنى إنه نشوف شكل حضاري جدا يليء باسم بلدنا باسم مصر لإنه الحقيقة مش بس مصر اللي تتفرج علينا كل العالم بيتفرج علينا الوطن العربي بيتفرج علينا عايزين نطلع بشكل حضاري وعايزين جدا المكسب النهاردة بإذن الله يكون للنادي الأهلي لإنه جمهور الأهلي يستاهل الفرحة دي تلات ساعات بتفصيلنا عن المباراة المنتظرة الحقيقة وفي خلال الساعة اللي جاية هناخد حضراتكم متعرف على آخر الكواليس ما قبل بداية اللقاء هنحاول نشوف أخبار اللعبة إيه هنشوف طبعا كل التفاصيل متعلقة بالمباراة والحقيقة معنا أكتر من لقطة مهمة جدا لعشاء وجمهور الأحمر بس خلينا نبتدي النهاردة مع الحاوي واحد من الحقيقة من اللعيبة أصحاب البصمات المهمة والعلامات الفريقة في مشواره مع النادي الأهلي خاتم سليمان زي ما بنسميه الحقيقة يمكن السواني أو الدقائق البسيطة جدا اللي حضراتكم هتبعوا دلوقتي تكشفلكوا قدر وأهمية لعيب بحج وليد سليمان اللي أطلق عليه جمهور النادي الأهلي الحاوي من السبات ماشي من الحركة شغال باليمين وبالشمال بالرأس وعالطاير من كل مكان الحقيقة داخل المستطيع الأخضر هتلاقي لوليد سليمان بصمة مهمة جدا في مشواره مع النادي الأهلي ولسه إن شاء الله اللي جاي أحلى معاك يا أهلي في كل مكان النهاردة يوم ليه تقوص خاصة في حياة تقريبا يعني كل الأهلوية نصحى من الصبح كم كبير جدا من الأسئلة هنلعب إزاي مدير الفني هيلجأ لأي طريقة إيه هو التشكيل الأمسل وتلاقي حالة من حالات المناقشة والجدال طول اليوم لغاية لما تبتدي أول دقيقة في المطش كله بيقعد ويتابع وإن شاء الله بإذن الله بعد أقل من خمس ساعات من دلوقتي نحتفل مع حضراتكم إن شاء الله بفوز النادي الأهلي عشان نعيش كواليس المطش وعشان نتكلم وندردش ونطلع أفكار كتير جدا متعلقة باللقاء القيمة النهاردة بيسعدنا يكون معنا واحد من نجوم النادي الأهلي اللي أمتعونا الحقيقة على مدر فترات وتاريخ طويل وصاحب بصمة بيتهالي كمان فيه مطشاط الأهلي والزمالك كابتن شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية أهلا بيك يا كابتن شريف أهلا بيك أهلا بيك نورنا يا كابتن ده إنتي اللي من ورد دانيا ومبروك الله يبارك حضرتك حاجة جميلة جدا فعلا يعني ربنا يخليك يا كابتن قبل ما ندخل بقى في الماتش النهاردة والتشكيل المتوقع والكلام ده حابة بس أسأل حضرتك إيه اللي اختلف في مغاريات القمة دلوقتي عن وقت ما حضرتك كنت بتلع حاجة كتير أوي يعني الميديا اتغيرت كلها الإمكانيات اتغيرت كلها إحنا كنا في حالة مش احترافية غير إن إحنا بننتمي لتشيرت إذا كان أهلي أو زمالك أو أي حد كان بنتمي للنادي بتاعه كان فيه أيامها ترسانة المحلة منصورة فكانت اللعيبة كلها بتتمنى يوم زي ده اللي هو يوم الديربي ده اللي هو موجود لنا تبقى موجودة قدام الناس قد إنتي بتواكبي مع هذا اليوم قبل وبعد وأثناء المباراة ده بيحسسك بشكل النادي بتاعك وجماله وعظامته وجماهيرك المطلب الجماهيري الوحيد اللي بيبقى في السنة مرتين صحيح أو ثلاث مرات هو عموماً كابتن شريف آياً كان اللقاء وأهميته في الصراع على تحقيق بطولة وآياً كان مركز الفرقتين بيفضل أو بتفضل مباراة القمة دي عيد خاص بتهاية للأهلوية والزمالكوية في نفس الوقت لكن بيقولوا دايماً في الحسابات لما بنيجي نمسك برا والقلم إنه المباراة دي تحديداً لا تقضى على أي حسابات وملهاش أي مقاييس خالص يعني إن كل اللي أنا قدر أقول لك إن إحنا بنبقى متحسسين النتيجة في فكرنا بس إنما إنت أول ما بتنزل مطش خلاص بقى هما مش محظوظين النهاردة إحنا كنا بننزل بقاهاتنا وإحنا نزلين بس لسه عشان نسخن بنبقى خلاص دخلنا المود ودخلنا في المسئولية ودخلنا كل واحد فينا مركزه إزاي وحيدي لعبه إزاي وحيدي طريقته إزاي اللي هيقدر بكل الاستعدادات اللي عملها قبل المباراة خلاص ساعة ونص دي هي اللي هتحدد دلوقتي الشكل إيه ويا ما مطشاط الأهل اللي عب فيها كويس جدا وما كانش موفق وما قادرش يحافظه ويا ما زى مالك لعب بوراة كتير أول أهل خطف منه المباراة في آخر خمس دائرة هي ليه علاقة أكتر يا كابتن يمكن زي ما أحمد إلهي ما لهاش أي حسابات استغلال الفرص يعني مثلا لو بارنم يونيخ وليوي أحمد الفريقين جالهم خمس فرص مؤكدة بس خلص المطش 3-0 اللي استغل الفرص اللي جات له هو اللي بيكسب ده كلامك المظبوط لما بتروح يتلعب في أفريقيا بره وتتغيل بتلات سفر هي ثلاث فرص دخلت في جي ثلاث أهداف هناك وانت هنا بيجيلك عشر أهداف على أرضك لو جبتي خمسة منهم وده المفروض اللي يحصل التركيز في الكور اللي هي بتبقى منك الجون من اللعيبة اللي هي الشادو سترايكر الأسماء بقى والطرق والحاجات اللي هنا بيتفرج عليها حاليا اللي هي اللي بتهيأ للبعد ان مثلا الآن النهاردة عنده غيابات ما فيه لعيبة جول ملعب اللي بيما حضر هم اللي بيعوابوا أي شيء وبتحس ان كلهم بليميكرز كلهم أطراف كلهم سترايكرز فحسب الفتك الفتنس المواكبك وفكرك واستعداداتك لليوم ده انا عايز حاجة تدخل معنا ومع متابعينا ومشاهدينا في عقش ميستر فير يعني هو داخل النهاردة المباراة دي وانا احنا بعتقد ان المطش ده يعتبر المقابلة تقيلة الحقيقية الاولى من نوحها بعد العودة طبعا واستقناف النشاط او بروفر اللي جاية انا كنت بتتكلم في بداية طبعا احنا عنينا على التلات نقط احنا عنينا ان احنا نكسب كل اهلاوي النهاردة بالنسباله في بطولة خاصة واي مطش الزمالك يعني ماكسب في حد ذاته انتهى بصرف النظر هجيب بطولة مش هجيب بطولة هجيب تلات نقط مش هجيب تلات نقط لكن انا بيتهايلي الجزء كبير جدا من الجمهور يعني مع كامل الاحترام لامبي والانتاج واسوان الفتاة الفرقة اللي احنا عمناهم من ساعة نشاط ما كانش فيه المطش التقيل اللي اقدر اتطمن من خلاله على فرقتي خصوصها انها داخل على اه مطشاط افريقي ازاي بتبص او ازاي بيبص من نوجة نظر حضرتك النهاردة لمبارات الزمالك بس انا عايز اقولك حاجة بيبص لها طبعا بشكل زي ما انا بقولك احنا اه النهاردة دي نطلع باكبر مكسب لنا نفسي وبعناوي طيب والطلب الجماهيري هو حسه وعارفه يعني هو راجب بيشتغل من اول يوم جيل الحمد لله بيلعب على الفوز بس بيقى تلات نقاط مع اي شكل مع الراكورد مع الاهلي عشرين مباراة بدون خسارة واحدة مع اي شكل اه قدام اي فرقة اللي انا عايز اقوله لك بس مطش امبي مطش اه الانتاج الفرقة اللي بتلعبك عشرة ورا دي او تسعة ورا ويلعبوا معاك على كونتر اتاج دي فرق بترهقك انت ازاي في كل مرة في محاولة تجدد فيها انك انت تحرز هدف انما المطش الآي والزمالك ده ده مطش مفتوح يا ده مش مش اللي حتشوفه في المطشات اللي فاتت حتشوفه هنا ده مطالب من الخصم كمان ان هو يكون يزورك في المنطقة بتاعتك وانه يحرز فيك اهداف فالمطش ده بيبقى مفتوح من اسهل المطشات اللي احنا بنلعبها ككورة واستلم فيها ككورة وادي وفيه سرعات وكلام من ده هو مطش الزمالك يعني انا يمكن بدايتي وحب الناس اللي ايه انا ومحمد صلاح بينا دوتو الدوتو دول هيعملوا ايه في المباررة اللي ايه النهاردة فكان بتبقى فيه اه شكل بالنسبة لجماهير النادي الاهلي اه عجبها بالنسبة لنادي الزمالك اه الله ايه الولد اللي طلع في النادي الاهلي ده ووقف الكي بلاير بتاعت نادي الزمالك وحاجات فبتبقى كمان فيه ولادة لعيبة انت النهاردة ممكن تشوفها تعملك نتائج انت لعبت مع هديكوتي يا كابتن شريف صح؟ اه اولي هديكوتي اولك هديكوتي اول مطشاط اهلي وزمالك تفتكيرها بنسبةك كانت فيه يعني انا لعبت اه لعبت اه قدام اه فرقة اكبر مني مثلا كل لعيب في نات زمالك فيهم بتمان سنين تسع سنين يعني لعبت قدام محمد توفيق محمد توفيق ده كان اه لبرو او ستوبر في نات زمالك كو جدا يعني متخب مصر وكان بيلعب جنبه محمود سعد او غانم سلطان واعلمين محمد صلاح وسامي منصور ناحية الشمال اه اكبر مني بكتير جدا فروغ جعفر حسدش حتى طه بصري اه كان علي خليل واه اعتقد وحيد كامل وفيه حد تاني كان مين هل تقول المكافأة خدتها من نادي الاهلي يا كابتن كانت بعد مرش الاهلي والزمالك المكافأة كالجمهرية الاول طبعا احنا راجع من الاستاد مش عارفين نروح النادي ازاي نروح لغاية من ناحية الشمال كده من الاستاد من تمشي صلاح سلب للاخر خالص وبعاية تيجي من العين الصيرة مقفولة والناس بقى ايه صواريخ وبنبوني وشربات بيضي مفيش مساحة تمشي فيها تردي تاني كل ده وترجعي تاني صلاح سالم وتيجي عايزة تمشي من شرع رمسيس او تمشي من على النيل من عند شبرة عشان توصلي من جمال الجماهير اللي هي موجودة في الشوارع حب الناس ويومها كان كابتن مصطفى عبدو هو اللي جاب الجون فانا مصطفى عبدو طبعا هو اللي جاب الجون وكسب نواحد سفر ومعرفشي فانا طلعت عادة جامتة كابتن الخطيب قدام هو كان بيقعد في الكورسي قدام فالجماهير بقى جات قلبت الدي ايه اللي راح لمصطفى بقى يكسر ايه وانا ايه عن جنب الخطيب بقى طبعا يمكن انا عادتي في الاوتوبيس كانت اكبر شهرة لها في اليوم ده مع الناس وتعارف وتفرجت على اجواء انا مش بتعود اتفرج عليها بالشكل ده فده بيبقى يوم من حقيقة لما تقول متوفق فيه او اي حاجة وانت مركزة وربنا بتجيلك فيه ايه بتبقى بداية يعني سيفي كبيرة اوليك مع تشيرت اللحظة ده هرجعلك كابتن شريف هتكلم على التشكيل امسل من وجهة نظرك وطريقة اللعب اللي شايف انه ممكن تكون مناسبة لمطش الزمالك اللي يلجأ ليها ميستر فيلر بس خلينا نروح لستاد نروح الملعب نشوف اخر الاخبار وتطورات هناك معنا زمالنا شريف شعبان يا شريف مساء الخير مساء الخير تحاتي ليك احمد تحاتي ليك اهلا بيك تنقل لنا كده الاجواء عندك اخبار اسعدادات كلها والديوفك الكرام يمكن الاجواء انا بساد القاهرة ومن خلفي الارضية الارضية ما شاء الله حاجة اولا ارواع والاجمل يمكن سجادة يمكن اللي يمشي على ارض اساد القاهرة السجادة بمعنى الكلمة مفيش حفر مفيش نقر مفيش متباط ما شاء الله ارضية حدسه على حرج يمكن زميل المصور طبعا لو قدر يلفه ونشوف الجمال الرباني في مصر عندنا نمتلك استاد ما شاء الله على الاعلى مستوى استاد القاهرة استاد النادي الاهلي ما شاء الله يمكن المصر يعني عامرة بالاستادات بتاعتها اللي بتشرف مصر في كل مكان طبعا المدرجات انهوت يمكن تواجد امني امني كسيف جدا في كل مدرج هتلاقي تواجد امني امني كسيف طبعا الجراءات الامنية قوية جدا مباراة قمة مباراة اهل وزمالك الاهل في مركز الاول طبعا برصيد 56 نقطة والزمالك في مركز الثالث برصيد 39 نقطة يمكن لو اكلمت عن غيابات النادي الاهلي اليوم يمكن محمود متولي احمد الشيخ حسين الشحات محمد محمود سعد السمير كريم ندفد وطبعا للإقاف قهربة لو حبيت اقولك التشكيل المتوقع وليس الرسمي التشكيل المتوقع وليس الرسمي لحين اعلان النادي الاهلي تشكيله طبعا نعرفين الاهلي بيبدأ محاضرته في السابعة والخمس دقائق وبيعلم فيلر بالمدارس بيعلم التشكيل في يوم المباراة يمكن الشيناوي فيه حراسة المرمى هيكون اتنين سردباكين ياسر وايمن أشرف علمين محمد هانيو على الشمال العالم علول تلت ديفندرات ديانجي والسلية وحمد فتحي امامهم أجايو أفشا وبجي تشكيل متوقع وليس تشكيل رسمي النهاردة البس التلفزيوني بحوالي 12 كاميرا بإذن الله رب يكونوا موفقين في البس استاد القاهرة يمكن استعد طبعا زي ما قلت لك أرضية مدرغات حدس ولا حرج ولكن المؤسرات الصوتية سألت الله على درويشة اللي احنا مستعدين لو زمالك حابب اللي هو صاحب مباراة حابب يشغل المؤسرات الصوتية كاستاد قاهرة ما عندوش أي مانع خالص وموافد دي أجواءنا في استاد القاهرة بإذن الله يا رب النهاردة بإذن الله يكون الثلاث نقاط من نصيب النادي الأهلي ويكون يوم القمة المائة وعشرين من نصيب النادي الأهلي يعود لكم من جديد تفضل بنشكرك وهنا نجعلك تاني طبعا يا شريف نتعرف على آخر التطورات وساعته ما شاء الله الاستاد طبعا صورته زي ما انت انا التهنع أكتر من رائعة الاستاد بقى عالمي يعني حقيقة ومصر كذبت كتير جدا من وراء تطوير البنية التحتية الرياضية بشكل خاص في بطولة أفريقيا الحقيقة الاستاد جاهز لتأديل وانبقى خروية ممتعة نفتقد الجماهير طبعا الشكل ده حتى حاسس بالديكور اللي موجود من وجهت نظرك يا كابتن ايه التشكيل المثالي من وجهت نظرك انتا لا وجهت نظرك انتا انا بس هختلف بين اي من اشرف وياسر ابراهيم يعني اعتقد ان ربيعة حيبقى هو ياسر ابراهيم وفتحي ومعلول فتحي اتدي مش هاي فتحي والشناوي بالاول طبعا والتلاتة زي ما اقول ديانجو والسودية وحمدي فاتحي انا كنت مبارح بقول في الستوديو هنا نجرالدو لو كان موجود في الفرقة يعني لو حطوه في الفرقة فهو بيعتمد عليه في السرعات وخير كده فهو كنت حطوه هنا مبارح مثلا ما اعتقد النهاردة حيبقى فيه افشا في ناحية اليمين واجايه وبطج يعني هو ده طب دايما يا كابتن نقوله على وليد سليمان التغييرة الزهبية للنازل الاهلي بس مش شايف انه جي الوقت انه هو في ظل الغيابات الموجودة كتير انه هو ينزل نبدأ به اساسي والله هي بتبقى وجهات نظر فيلر يعني مستر فيلر هو اللي بيمر من الفرقة وعارف امكانيات البدنية بتاعت الفول باور بتاع وليد قد ايه ايه انا ما استفيد به نص ساعة انت عارفة المطش بيخلص في سانية فلما يبقى عندك حد بيجدد للملعب كله وبيستلم وبيهز الخصم ولعيب يتمتع بالتصويب بالمراوغة بالاستلام بالأسست فده كنت بتحتاجيه فترة معينة يمكن ميكونش عندك قاعد برا وممكن ينزل الالعب في اول مباراة يصاب من اول الضغط كله بيبقى في اول ربعة ساعة تلت ساعة الفرقتين بيبقى عايزين يبقى ليهم الغلبة او ليهم الوجود في الملعب وبتبقى في حالة لسه جس نبض وكلما بعض وبتبقى العضلات متنشينة لسه والدنيا يعني عايز وليد يتفرج بقى برا شاف الملعب كويس قوي الصغرات اللي جوه شكلها ايه كون فكرة ينزل بيها الملعب يقدر يقدي بالارتاحية اللي هو بيحبها طيب خلينا نكلم برضو عن المباراة مع ضيفنا كابتن شريف عبد المنع بس هنروح مع حضراتكم فاصل سريع ونرجع على طول حقيقة دايما بنحس بفخر لما تبقى دي الأمج أو الصورة المشرفة اللي العالم كله بيشوفنا بيها ونتمنى كمان ان مباراة النهاردة مباراة القمة 120 تنقل الصورة دي بشكل كبير قوي يبقى كسبانين بس كمان الشكل يبقى حضاري بين اللعيبة وبين الجمهورين بإذن الله الأهلي هديد الأهلي هديد على رأي مسترد أهلا بيك مرة تانية يا كابتن شريف بيك نوعنا طبعا نجم النازي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم وكنا لسه بنتكلم على فكرة التشكيل والكروت اللي ممكن تغير من مصاري المباراة وتكلمنا على الحاوي اللي يمكن زعنا لحضراتكم عنه تقرير في البداية خلينا نتكلم على المنافس وعموما طبعا انت خط التجربة دي أكتر من مرة كابتن شريف وانت نازل الملعب أو انت رايح تلعب ماتش أهلي وزي مالك بتبقى بتفكر أو شغل بالك بالمنافس أخباره إيه مين اللعيبة اللي عنده ممكن يكونوا مصدر خطورة آآآآ فايق ولا لأ متقدم علينا في الجدول فرصه أكتر ولا لأ ولا الحالة جوى الأهلي بتبقى تركيز بس فيه اللي لنا واللي علينا يعني الحالة جوى الأهلي تبقى كل حاجة تبقى كل حاجة الحالة الاحترافية أنا كنت تحترم من فريق المنافس جدا إن كان زي مالك أو غيره وتعرف مناطق القوة فين بتبقى في الفريق ده وبتركز بتعليمات معينة والتزامات من الشخص اللي هيا عندها المهمة دي في نفس الوقت بتبقى عارف بعض الصغرات اللي هي موجودة بتتفرج انتهم ثلاثة نشاط اللي فاتوا أو هما بتتفرجوا علينا احنا بيشوفوا إيه الشورتج الموجود جوى كما تحللنا كده أدائل حللنا مصادر الخطورة والصغرات فيه منهوجة نظرك يا فرصي أنا عندي لعيب اسمه زيزو بتحرك كتير جدا عندي بن شرقي منتج جدا وعندي حرامي اسمه أوباما يعني هما تقول التلاتة اللي انت بتركز واساسي بيبقى هو طريق حمد اللي بيسموهم ايه ات يو سيرفز يعني انا احنا عايزين نوفر لكم طريق مش موجود نوفر لكم الشكل مثلا أو اي حاجة في المبارات اللي هي السابقة وفيهم يتمتعوا ناس بالخبرة ويتمتعوا بالوجود والإحساس بالمبارات الكبيرة وفي ناس زي مالك بيطعاما بشباب عايزين من الأسماء اللي حقا قلتها دي هل ممكن توصف حد أو تشوف حد منهم مفتاح لعب يعني لو وقف حقا عارف انه في لعيبة بتبقى بتحرك الفرقة كلها اللعيبة دي لو في يومها الفرقة بتبقى فايقة وتمام لو اللعيبة دي وقفت أو يعني يوم مش بتاحها تلاقي الفرقة كلها مستوىها متراجعة هو أساسي وبينشارك أساسي وبينشارك دول عامل مؤثر جدا وتمبوا في أداء ناس بمالك كلها بس كمان يا كابتن غير اللعيبة اللي بنبقى عارفينها مباريات القمة لو تتفق معي بتصنع نجوم جداد منبقى حضرتك ممكن تكون من النجوم دول من الناس اللي هي كانت لها شهرتها جات من مباريات القمة شهرت اللي هي بتبقى شهرت إحنا بقى نقديب نتكلم عن المباراة جهية قبل وبعد وحنتكلم بعدها أنا عايز أقولك أنا حاجة يمكن النهاردة أي فريق عيفوز هتلاقي جماهيره بتملس شوارع لكنهم خدوا بطولة أفريقيا أو أي حاجة اللي أنا عايز أقولك كمان إن في اسلوب النادي الآله في الفترة اللي فاتي دي كلها كان بيتعامل مع ناس زماني اللي هو اسلوب الضغط يا أحمد أخذت بالك أنا أما بضغط عليه بفكده التفكير أما هو بيعمل مز باس كتير وأنا باستغل وبروح وبصوب وأسلام لو جبته جول كمان خلاص إنت بقت وده الطبيعي وده الإقاع اللي مطلوب من فريق نادي الأهل النهاردة أنا عارفة لما بتضغط على أطراف وبتضغط على نص ملعب وتمتلك نص ملعب المباراة بتبقى المشكلة عند الخصم مش عندك إنت وإنت الأهدى إنت الأول إنت الفارق بينك وبينه كتير قوي إنت الأعصابك المفروض بتبقى تلعب كرة إنت اللي بتنقل كرة كتير النهاردة بتزهقه هو اللي بيبحث زيما على إزاي يكون في الجيم هو يحاول يجيب جول أو حاجة زي كده إنت إزاي بقى بتخطف الحاجات دي كلها وبالترجم بقى أفشب بهدوء مع أجايب باست تلاقي التاكز عندك أو سنتر فيروض عندك بيجيب جول بالسهولة حساباتهم كلها بتروح ده معروف للجهاز الفني عندك عن تجربة وعن شكل معين هو عمله قبل كده في المبارات اللي كانت موجودة معهم لسا تكلمنا كتير يا كابتن بس هنروح لفندق اللعيبة لمراسلنا كريم أحمد عشان ينقل لنا الأجواء هناك مساء الخير عليك يا كريم مساء الخير عليك يا زميل السهرة مساء الخير على زميلي أحمد مساء الخير على كابتن الكبير كابتن شريف عبد المنع قل لنا الأجواء عندك أي دلوقتي في فندق اللعيبة اللعيبة خلاص مستعدة يعني نقدر نقول خلاص أقل من نص ساعة هتكون للمحاضرة الفنية الأخيرة للجهاز الفني بقيادة أكيد مستر ريني فيلر يعني نقدر نقول سبعة وخمسة هتكون المحاضرة الأخيرة هنا في فندق اللقامة عشر دقايق هتكون هذه المحاضرة ويتوجه مباشرة لعيبة النادي الآلي الأستاذ القيارة التحرك يكون سبعة ورمع نهاردة اليوم كان ماشي بشكل طيب ومميز ورائع جدا لفريق النادي الآلي حالة من التركيز الكبيرة جدا لكل اللعيبة النهاردة يمكن في كل وجبة النهاردة واجبة الفطار وواجبة الغداء كل وجبة بتنتهي بيكون اللعيبة أعدة مع بعضها وبيتكلموا وبيحفزوا بعضهم لأنه واضح في حالة تركيز كبيرة جدا معنوات مرتفعة لدى لعيبة النادي الآلي وزي ما أكدنا وقلنا بعيدا على النقاط وترتيب الفريقين سواء فريق نادي الآلي أو فريق نادي الزمالك والفريق الكبير في النقاط لكن مباراة لها حسابات خاصة عند الجميع مجلس إدارة اللاعبين الجمهور الأجازة الفنية فالحقيقة اللي احنا لمسينه هنا في فندق لقامة تركيز كبير جدا لكل لعيبة النادي الآلي ينقصنا بقى إن شاء الله كل توفيق ودعوات كل جمهور النادي الآلي الجمهور متعطش ومتلاف أنه يشوف هذه المباراة ومنتظر نشوف أداء كبير جدا للعيبة للعيبة النادي الآلي بنراهن على اللعيبة وبنقول ثقاتنا في اللعيبة عايزين نشوف النهاردة بقى بشكل قوي جدا نروح الفنية للحمر ترجع تاني من جديد شخصية النادي الآلي كنا بنتمنى كالعادة طبعا يكون في جمهور في المدرجات لكن إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل جائحة كورونا مأثرة بشكل كبير جدا وتحديدا جمهور النادي الآلي جمهور النادي الآلي يكون متواجد في المدرجات بيدي حافز كبير لكل اللعيبة لكن إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون الفريق النادي الآلي موفق للشكل العام بالنسبة للتشكيل مستر نيفايلر إن شاء الله النهاردة يكون اختياره للعناصر موفقة كل اللعيبة تبزل ما في وسعها من مجهود نهاردة ينقص التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الآلي في هذه المباراة ويستمر النادي الآلي في حظ ثلاث نقاط هتساعده بشكل كبير جدا في الحفاظ على لقب بطولة الدور العام والتصاع أيضا الفريق الكبير بين النادي الآلي ونادي الزمان على مدار اليوم النهاردة يا شريف أهم اللقطات اللي انت لحظتها يعني من بداية اللعيبة ما ابتدت اليوم اللقطات اللي انت رصدتها أهم الحاجات اللي انت شفت إنها مرتبطة بشكل كبير جدا بالسعدادات أو بحالة التركيز اللي موجودة عند اللعيبة لمباراة النهاردة يعني يقدر أقولك زميلي أحمد الحالة التركيز اللي بنأكد عليها بينة جدا مع اللعيبة الكبار بالتحديد يعني النهاردة نقدر نقول شناوي وعالم علول وأحمد فتح وليد سلمان كانوا عاديم مع بعض في وسطهم كمان كانوا عربي بدر واحد من اللعبين النشئين في وجبة الغداء قعدوا مجموعة تانية مع اللعيبة كل بيكون بيتكلم على المباراة الكل بيحفظ بعضه لإن اللي احنا بنلمسه بنشوفه في وجوه اللعيبة هي التركيز الكل بيتكلم على المباراة الكل عارف أهمية هذه المباراة مباراة هتفرق بشكل كبير جدا مع نادي الأهلي معنويا سوى للبطولة الأفريقية أو مع اللعبين وبعضهم طبعا انت عارف طبعا قمة المية وعشين أو قمة الأهلي والزمالك حساباتها بيكون مختلفة بشكل كبير لكن بأكد لك كل لحظة كان متوجد فيها لعيبة النادي الأهلي بعيدا على الجهاز الفني الحديث عن المباراة الحديث عن أهمية التركيز الكبير في هذه المباراة دخلنا إن شاء الله بإذن الله يكون جيد البداية موفقة إن شاء الله تكون لنا الضغط بقى في الملعب والأمور الفنية دي كلها طبعا أكيد مستريني بايلر تكلم بشكل كبير جدا مع كل اللعيبة سواف المحاضرة الفنية النهاردة صباح اليوم أو هتكون خلاص من بعد أقل من نصف ساعة لكن بأكد لك وبأكد لكل جمهور النادي الأهلي الروح المعنوية مرتفعة حالة التركيز كبيرة جدا واضحة في فندق الإقامة إن شاء الله بقى بإذن الله تسعين ديئة في المستطيل الأخدر تحسم بإذن الله هذه المباراة ويكون مباراة اليوم من نصيب النادي الأهلي زميلي أحمد بشكرك شكرا جزيلا زميلينا شريف شعبان من داخل فندق إقامة اللاعبين كريم أحمد وبشكرك شكرا جزيلا وبشكر الحقيقة كل الزملاء يعني كريم طبعا نحن متابعين معاه كواليس فندق إقامة اللاعبين من الصبح شريف شعبان من داخل الملعب مريم سميح في فرق أهل الجزيرة مينة ماهر في أهلي مدينة ناصر ومحمد توفيق في أهلي الشيخ زاد ولسه الحقيقة بقيت فريق المرسلين كل الشكر والتقدير ليهم الحقيقة على مجوداتهم من النهاردة الصبح وعلى مدار اليوم طبعا موجودين في كل مكان عشان ينقلوا لحضراتكم شكل واستعدادات النادي الأهلي للقاء القمة طيب كابتن شريف يمكن يعني طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلمنا مع خلينا مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم تغطيتنا اللي مطش أو مبارات القمة الرقم مية وعشرين لسه مستمرة وبيشرفنا الحقيقة في استوديو النادي الأهلي أو استوديو السادسة النهاردة كابتن شريف عبد المنعم أهلا بك مرة تانية كابتن شريف نروح ونيجي ونحاول نقدم من دلوقتي يمكن بتحلل لمة يعني ناس كتير جدا النهاردة بمطش ده بيبقى من مطشات الناس بتحب تشوفه مع بعض محدش بحب الفرج عليه لوحده فنحاول ننقل الناس كلها صورة عن مطش النهاردة والحقيقة يعني كنا لسه بنتكلم عن مفاتيح اللعبة في الزمالك ومصادر الخطورة وصاركت عايزة تاخد وجهة نظرك بقى في موضوع ده كي مفاتيح اللعبة في الأهلي بقى الحمد لله من ساعة ما المدارب السويسر الجي قدر يقدر جميع إمكانيات اللعيبة اللي موجودة في الناد الأهلي وقدر ياخد اللي هو عايزه من كل واحد وقدر يتعامل بلغة معنوية زي ما نتو كلمي على وليد سليمان ان هو مفيش لعيبة بيلعب تلاتين دي او لعيب بيلعب ستين دي او لعيب أساسي خلى للموضوع ده مش موجود عند لعيبة خالص كل واحد ليه دور وكل واحد ليه وقته اللي يدي فيه بس يبقى مستعد لهذا الدور ولهذا الوقت فبقيت اللعيبة كلها الحقيقة محمد هاني يلعب مطش أحمد فاتح يلعب مطش النهارده حالة تدوير بتحصل ودي اللي فاديته كتير جدا حالة الأصابات اللي احنا بنتعرض لها والحالة اللي هي للناس غيابات اللي بيقولوا عليها أنا من حق المدير الفني ومن حق الأجهزة كلها انها تتمتع بكامل اللعبين بس سمحك بتنشرين في نفس النقطة دي كتير من الجماهية الأهلوية الغاية النهارده بالنسبة لها علاقة فيلر بصالح علا أنت استفهم كبير قوي لقد فيه ناس النهارده قال لك هيفجئنا ويلعب صالح بتوقع كل واحد يعيش حياته يعني في الأجواء وكل واحد بيتمنى أمنيات أنا بيتمنى ان صالح يبقى موجود جوه الفرقة كل واحد يزبق لبس التشيرت كل واحد عنده إمكانيات احنا تفرجنا عليها بنحب ان هو يدي كل اللي عنده في وقت زي ده احنا عندنا مرحلة جامدة جدا انتو حسينها والدنيا كلها حسينها النهارده شيء المباراة بالنسبة لنا احنا شيء معناوي يعني عاديين نعدي منها وخلاص عشان فيش هي حاجة لاننا عندي الهدف الأكبر اللي هو مباراة الوداد انك انت قابلت أقوى الفرق اللي موجودة في اللايم بتاعك في بطولة أفريقيا ممكن الزمالك كانت أسهل شوية بالنسبة له وهو رايح كمان للرجاء انت راحل للوداد الوداد اللي هو مدعم تدعمات كبيرة جدا بوعود بحاجات كثيرة انه هما يكونوا هما أصحاب البطولة السنائية بيلاعب الفريق اللي هو دايما المتعاود انه يبقى في الفاين اللي هو الاجلال فاحنا عندنا مجهود كبير اوز اكونا بنتكلم انا وانتو في الوقت القسار اللي كان اللي فات ده عن من أول عامل في النادي الأهلي المدير التنفيذي الاندية كلها بتوفر النهارده ازاي يقدم مباراة الأهلي وزمان يكبالك بقى بالمدير الفني بالجهاز الفني كله باللعيبة اللعيبة دلوقتي اللي هي دلوقتي خرجها من المحاضر قدي ايه التركيز اللي مطلوب منهم قدي ايه المسئولية اللي هي محطوطة عليهم قدي ايه احنا وإحنا خارجين منتظرين نتفرج على آخر ثانية وانت متوج بالمباراة يعني ايه النصيحة اللي تقولها اللعيب انا عارف ما فيه ضغط عصبي شديد جدا على اللعيبة لأهمية المطش بالنسبة للجمهور وعشان البطولة وعشان التلات نقطة وكل الكلام ده عظيم جدا لكن ازاي اللعيب يطلع افضل حاجة عنده من اول ما المطش يبتدي بغاية لما الحاجة يصفر وينهي المباراة انعب لعبك العادي الحقيقة طلع امكانياتك كلها في الملعب اتمتع النهاردة اللي انا قلت لك اسهل مباربتو بمرض اللعب النصيحة اللي انت بتقولها ديها كنت نشيه في السهل الممتنع اتمتع طلع رقص عدي شوت امبسط حسس الناس ان انت حسس بيهم مين يكون نجم المطش النهاردة من الاهل يا كابتن شريف زين حتة كنت تتكلمين فيها فيلر بيعد اللعيبة كلها انا بتشعارك مين بليميكر مين الهداف الفريق هو النجم دلوقتي كل شوية ده نفضل معلول 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 سلية 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 افشا 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 كل يوم عندي نجم بيبرز امكانياته وبيضيف على الفريق الحقيقة تقدم ومستوى وطمأنينة للجهاز الفني فده بيعود للجهاز الفني كله الحقيقة وبيعود للعيبة نفسها اللي هي حسب مسئولية التشيرت الحقيقة بس كنا منتكلم عن الضغط يا كابتن في الماتش وبرغم ان النادي الاهلي فارق بكتير قوي في جدول الترتيب الا ان حضراتك شايفت ضغط متساوي على الفرقتين في ماتش زي ده ولا كده مفروض ان النادي زا مالك لعيبة زا مالك تبقى مضبوطة اكتر على ارض الملعب علشان فرق النقط بصي لعيت نزا مالك مطالبة بفرصة النهاردة ان هي هتحقق فوز ومعناوي بالنسبالهم وعندهم برضو نفس القصة بتاعتنا ما هيلاعب رجاء المغربي المغربي الحكاية بالنسباله ايكوال بالنسباله بتسهل الحكاية بالنسبال لنا فنيات وخبرات هل يتمتع الفريق الابيض بنفس امكانيات وخبرات الفريق الاحمر هو ده في الشواهد والسوابع اللي فاتت كان نادي الزا مالك رفع ايده وهيص لما اتعدله في الماتش اللي هو بتاع السوبر قال لك احنا كنا عايزين نوصل بس للضربات الجزائية متحقق لهم ما ارادوا يعني فالملعب نفسه هم حاسين كمان بقدرات النادي الاهلي وبياحتراهم النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي عندها من الامكانيات والاطراف ومن القوة ان هي ترد اي حاجة أنا مش هقولك ان اتزمات لعبك زي الفترة اللي فاتت ونتايجه زي الفترة اللي فاتت اللي هي الوهمية يعني النتايج الوهمية بالنسبة لي بس هو بيلعب وبيقدي وبيعمل نيرف وبيجري اا 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 نادي الاهلي بقى انا زيان ببفكر القوة زي كان احمد بيقولي عليها في النتزة مالك فين انا كمان بفكر هما هيفكروا فين احنا ازاي هيوقفوا معلول ازاي ولا هيوقفوا اجاية ازاي ولا حيشوفه الجديد ده اللي معاه روح معنا ويب هدف جايبه ولا عيشوفه احنا تفتحي في الناحية اليمين هل عبدالشافي ده حيجرؤ انه هو يعدي نص الملعب ولا لن يجرؤ ولو حصل الهتزاز اللي بقولك عليه والضغط واحنا جبنا جول حتبقى الحكاية آآ حاجة تانية خالص يعني كل ده انا بتمنى في حالة واحدة بس آآ ان شاء الله الفوز لنا باذن الله العدالة. النقطة دي مهمة جدا. ان انا انا وانا قاعد في الملعب عندي عدالة تحكمية انا باخد حقي. صحية. مش اه ليه ضرب الجزاء. ويحصل عليه الحوار. موجود بقى النهاردة اعتقد هيساهم. والماضي موجود. احمد والماضي موجود. مع هزا الحاكم. مع نفس الحاكم طبعا. انا دي اهم حاجة اللي لعبتي. اللي هي هي بتلعب ما تحسش ان فيه آآ حاجة في آآ بتضيقهم. او حاجة مبراعدية جدا. ايه جود لك هرد لك. وخلاص تعادل اهلا وسهلا. يعني. نتمنى. نتمنى للمارض الاحمر النهاردة. ان شاء الله. ان شاء الله يا سارة يكون وشيني حلوة كده على النادي الاهلي النهاردة. بإذن الله. ويفرح جماهيره في آآ كل مكان. كل المقدمات اللي سبقت الماتش. سواء فيما يتعلق بالفترة ايقاف طويلة. سواء فيما يتعلق بغيابات. واوي لآخره. كلام ده كله بيتنسي النهاردة يوم. ان شاء الله بإذن الله. من آآ ايام روح الفانيلا الحمر. ان شاء الله لعبتنا وانجمنا في الملعب. يفرحوا جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بشكرك. شكرا جزيلا. بشكرك. نورتنا وشرفتنا. ومش بس السادسة. لا الحقيقة. محطة النادي الاهلي كلها تشرفت. لا. شرفتنا جميعا. والف مبروكة. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. ويمكن وقت برنامج السادسة خلص. لكن التقطية لسه مستمر على قناة النادي الاهلي لمباراة القمة. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. ونشوف حضرتكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج السادسة.